تدور أحداث القصة بتاعت سيدنا لوط عليه السلام مع قومه في منطقة اسمها سادوم وأحداثها بتقول إن لوط عليه السلام هو ابن أخو إبراهيم الخليل إبراهيم في بعض الأخبار أو الروات اللي بتتقال إنما يعني مش مؤكدة إنما المهم إن سيدنا لوط كان آمن بسيدنا إبراهيم وهاجر معاه إلى فلسطين وهاجر معاه إلى يعني إلى أرض الشام يعني فبعثه الله تبارك وتعالى ربنا قال لسيدنا لوط سيب إبراهيم يخليه في الخليل زي ما هو واطلعين تعالى حتى اسمها سادوم ودي جنوب الأردن حاليا في اليوم وذهب سيدنا لوط إلى هذا المكان وذهب إلى الناس القرى اللي هناك يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وأنهوهم عن منكر ويعني يدعوهم إلى الخير وخلافه وأنهوهم عما يقترفونه من الفواحش التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا من غيره الفواحش دي بتتلخص في إتيان الزكور شهواتا من دون النساء ويقطعونا السبيل وقاتونا في نديم المنكر نيجي بقى عناصر القصة بتاعت سيدنا لوط الحدث دا بيتألف هذا الحدث يتألف القصة القرآني من جملة عناصر بتنتظم وفق المنظومة اللي هقول لك عليها دلوقت أولا دعوة لوط عليه السلام أهل سادوم إلى الدين الحق وإلى طريق مستقيم وصدر دعوته بالأمر بتقوى الله وأنها هي ملاك الأمر كله اتقوا الله وأطيعون وبعدين أخبرهم بشأن الرسل عليه الصلاة والسلام أنه زي الرسل كلهم أنه رسول رب العالمين وأنه لا يسألهم أجرا على دعواتي لهم إلى الحق المبين وبقول لهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين ده في صورة الشعراء تاني تاني ملحظ بنلاقي إنه عن الفحشة اللي كانوا بيأتونها ده من أهم مميزات أو ما يظهر في القصة القصة سيدنا لوط عليه السلام والتي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وده جف عدد من الآيات والتعبيرات يقولون أتأتون الفحشة ما سبقاكم بها من أحد من العالمين زي ما قال في الأعراف أتأتون الفحشة وأنتم تفسرون زي ما قال في صورة النمل أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نديكم المنكر زي ما قال في صورة العنكبوت ثالث ملحظ بنلاحظه موقف قوم لوط عليه السلام من دعوة لوط عليه السلام تمثلت في صد استهزاء استخفاف بالوعيد استخفاف بالتهديد وهو ده اللي عبرت عنه الآيات الكريمة في القرآن وأخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ده جد في الأعراف في الآيات 82 قالوا أولم ننهك عن العالمين مش قلنا لك ما لكش دعوه بينا ده في صورة الحج قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا له كده في صورة الشعراء زي ما ذكر صورة الشعراء 167 ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصديقين قالوا كده ورد القول ده في صورة العنكبوت الآيات 29 يبقى هم لم يفعلوا ما فعلوا على استحياء الغفلة لا أعلنوا الفحشة وظهروا على الباطل استخفافا بما جاء به لوط عليه السلام واستهزاءا بالقيم والفضائل والأخلاق رابع ملحظ بنلاقي موقف سيدنا لوط عليه السلام من صدودهم وأعراضهم تمثل في إيه أولا الإنكار عليهم اتنين بيان كرهته وبغضه لهذا العمل الذي يفعلونه بيقولهم ايه كده قال إني لعماليكم من القالين عاوزك تاخد بالك إني لعماليكم من القالين دي معناها ايه القالة يعني خاصم هجر بعد وده لا يكون إلا لما يكرهه الإنسان عشان كده ربنا بيقوله والضحى والليل زي سجى ما ودعك ربك وما قال وما قال يعني أنا ما بكرهكش أنا لا أبغضك لا يمكن أن أبغضك يا رسول الله ولا يمكن أن أهجرك ولا يمكن أن أودعك ولا يمكن أن أتركك ما ودعك ربك وما قال فهو سيدنا لوت بيقولهم في سورة الشعراء أني لعماليكم من القالين وهو بعد ذلك بيدعو ربه ينجيه من القوم الظالمين رب نجيني وأهلي مما يعملون ده في سورة الشعراء خامس ملحظ من لحظه أنه سيدنا لوت حاول أنه يصرف قومه عن الفحشة اللي بيرتكبوها بأنه ميتجوزوا بدعوات من الزواج من النساء التي خلقها الله لأجل ذلك ودوة اللي تقرأ في قوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم اللي في سورة هود في آية 78 هؤلاء بناتي معناها إيه اللي قالها سيدنا لوت يعني كل بنات القرية كل بنات القرية كل بنات القرية بيعتبروا بناته عشان كده بيقول هؤلاء بناتي مش أصدوا بنات النسبيين إنما بنات الاعتباريين كل راح واحد عجوز كده زي حالاتي شايف البنات كلهم بناته بناته مش مش على ندية لا بناته فهؤلاء بناتي هن أطهروا لكم إن كنتوا فاعلين والمقصود به نساء القوم لأن النبي للأمة بمنزلة الأب أنت مش واخد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا لما بيتكلم عن سيدنا محمد يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه أمهاتهم كلمة أزواج أمهاتهم يبقى إذا كان واحد مراته تعتبر أمك يبقى هو نفسه يعتبر أبوك أبوك مش أبوك النسبي يعني حد يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هو يقصد الأب النسبي إنما الأب الاعتباري الأب المعنوي ده موجود بدليل بدليل اسمعوا اسمعوا الآية القرآنية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني بني لهم مين أولادي عقوب لهم بني إسرائيل ما تعبدون من بعدي قالوا نعبدوا إلهك وإله آبائك إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق طب إسماعيل مش أبو يعقوب إسماعيل يعتبر يعقوب يقول له يا عمي إنما اعتبروا أب إلهك وإله آبائك آبائك شوف جات جمع إزاي آبائك دي المهم يعني فسيدنا لوط أرشدهم إلى نسائهم اعتصروا بأنهم لا يشتهون النساء قالوا له قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد ده في سورة هود والمفسرون ذكروا أن رجالهم الحياة لما استغنى بعضهم عن بعض وكذلك النساء كنا قد استغنى بعضهن ببعض أيضا أدت النتيجة إلى حالة من حالات الضعف والهوان وعدم القدرة على المعاملة الطبيعية سادس ملحظ بنلحظه إنه تخلل هذا الحدث القصصي في القرآن إنه ربنا سبحانه وتعالى أرسل عددا من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنه منجوك زي ما قال في سورة العنكبوت وقد الوفد السماوي أنكر عمل أهل هذه القرية ووصفوهم الملائكة وصفوا على الناس بالظلم الذي يستوجب العذاب الأليم قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين دفصورة العنكبوت الآية 31 إن منزلون على أهل هذه القريات ريجزا من السباب بما كانوا يفسقون دفصورة العنكبوت الآية 34 سابع ملحظ باللحظة بيان عقبة المعارضين عن هذه السماء الذين استخفوا برسالات السماء زي ما ربنا أخبر سبحانه فأخذتهم الصاعقة مشرقين مشرقين يعني السبح مبكرا فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل دفصورة الحجر الآية 73 والآية 74 وقال أيضا قول الله تبارك وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود دفصورة هود الآية 82 ربنا سبحانه وتعالى بيان إن حكمته اقتدت أن يجعل عاقبة هؤلاء الناس باقية بعدهم لتكون عبرة لتكون عزة لغيرهم قال تعالى ولقد تركناها ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون سورة العنكبوت الآية 35 وكما هي سنة الله الجارية في صراع الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرزيلة نجى الله سبحانه وتعالى لوطن عليه السلام والذين آمنوا معه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وقوله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين سورة الشعراء ثامنا وختام القصة ختمة القصة بالدعوة إلى التفكر بالدعوة إلى التدبر بالدعوة إلى تأمل عقبة المعرضين عن هدي السماء والمخالفين لسنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو ما عبرت عنه الآيات الآتية قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين في سورة الأعراف إن في ذلك لآيات للمتوسمين في سورة الحجر وقال أيضا إن في ذلك لآيات للمؤمنين في سورة الحجر أيضا وفي هذه الآيات بتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى بيعرض وبيبين أنك تمر عليهم للعبر وللعزة وللأدلة الدالة على وحدنية الله وعلى كمال القرآن فلا يعتبرون ولا يطعزون ولا يتفكرون فيها لانتماص بصيرتهم والاستيلاء الأهواء والشهوات على نفوسهم ولا حول ولا قوات إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر